اتحاد الكورة بقى ولع مباراة الاتحاد والزمالك القادمة ليه ليه لان الاتحاد الافريقي استقرر استقرر على اجراء قرعة الدوري التمهيدي لدوري ابطال والكونفدرالية يوم 13 اغسطس الو كمان كم يوم 3 اربعة تيام والتحاد الكورة حتى الان لسه ما ارسلش الاسماء بتاعت وجاي لي خبر عاجل حاليا دلوقتي جاي لي خبر عاجل وانا مع حضرتك دلوقتي على الهواء عاجل الاتحاد الافريقي بيرسل خطاب رسمي الاتحاد الكورة بيرفض فيه مشاركة طلاقع الجيش في بطولة الكونفدرالية كوصيف للكاس واجب على الاتحاد الكورة ارسال اسماء اول اربع فرق في دوري الموسم الحالي واجب ارسال اسماء الفرق الاربع قبل انتهاء يوم الجمعة القادم الموافق 13 اغسطس معنى كده ان مباراة الاتحاد والزمالك هيتحدد فيها مين الفرق الرابعة هو عايز رابع الدوري دلوقتي يبقى اتحاد الكورة باستقرر على اختيار ايه رابع الدوري عشان يخش في الكونفدرالية مع المصري عشان يخش فين في الكونفدرالية مع مين؟ النادي الايه؟ المصري فطبعا كده المباراة خدت طابع سخونة يعني يعني حسام حسن بقى والفرقة واللعيبة والجهاز ومصلحي والتحاد السكندري واسكندرية وبتاعه مش عارف ايه؟ والشحن المعنوي التحاد السكندري لم يشارك افريقيا في تاريخه ولا ماريتين تاني للتحاد السكندري لم يشارك في تاريخه في البطولات الافريقية الا ماريتين فبالتالي مقش الزمالك دوت بالنسبة له حياة او موت حياة او موت كرة طبعا فطبعا انا قلت لكم امبرح قلت لكم اول امبرح قلت لكم الاسبوع القادم في الدور يعني يعني المطشين اللي جايين الاهلي هيلعب لإسماعيل والزمالك هيلعب للتحاد قلت لكم الاسبوع ده قد يكون اسبوع الحس ممكن جدا وارد وارد اتحاد السكندري قلت لكم حسام حسن ولسه مجدد التعاقد بتاعه فرقة كويسة وفرقة ماشية كويس وبتاعه في اسكندرية وعلى ملعبه ومبتاعه نما فيه برضو يعني الزمالك هيرجع له يوسف اوباما وإمام عشور للمواجهة دي فبالتالي يعني ايه ممكن دوت يعني يدعم شوية قصة ايه نادي نادي الزمالك تمام طيب من ضمن الاخبار برضو المهمة جدا اللي انتشرت انه سوف يتم استبعاد ده برضو خبر مهم جدا جدا لان الخبر ده ممكن يفرق قوي في الانتخابات الايه القادمة هيتم استبعاد عشرين الف عشرين الف عضوية شرفية كانت موجودة الفترة اللي ايه اللي فاتت في الناتزام عشرين الف عضوية شرفية من جدا والعضويات النادي تخيل هيتم استبعاد كم عشرين الف عضوية من جدا استبعاد الايه النادي اه بيراميز طلع نفا لان في ناس طبعا اتكلمت الفترة اللي فاتت ان الزمالك بيجهز لصفقة القرن صفقة الصفقات وفيه بعد السادة زمل الصحفيين قالك ده لعيب كبير قوي ولعيب جمد قوي ولعيب خطير ولعيب مكية ولعيب قصية ولعيب مش عارف بصية والحاجات اخير هائية وقالك ان العقد بتاعه واحد كده يعني من السادة يعني المحترمين وقالك هيكتب في عدو زي ميسي ان هو هيلعب المطشات كلها وممنوع ممنوع منعا باتا 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 ان هو يقعد احتياطي ويشارك في كل كل البطولات يعني ما عارفش ده مين اللعيب المصري اللي ممكن يتعمله كل ده يعني مهم يعني برامة زي طلع طبعا كل الناس ايطلق عبدالله سعيد عبدالله السعيد انما برامة زي طلع نفع الاستغناء عن عبدالله السعيد شكلا وموضوع على الجانب الاخر بقى على الجانب الاخر الاهلي بيلاعب جلطة سراي اه يعني ايه بيلعبه لعب يعني بيدلعه بيطلب في قليو ديانج تسعة ونص مليون يورو تخيل بيرفع سقف الطلب بتاعه لتسعة ونص مليون يورو اللي معاه اللي حاسبة بقى يخش كده يطلع ويشوف لنا اليورو كامل نهارده ويدرب التسعة ونص فيه ويقول لي الرقم هنا عشان نقول للناس بالبلدي بتاعنا احنا كده بالجني والتعريفة والمالين بتوعنا احنا اللي احنا مع بعضينا فيهم دون والانباء اللي جاء من هناك بتقول ان اخر جلطة سراي السافر بتاعنا هيبقى ستة ونص مليون ايه يورو برضو مش قليل مية وتمانين مليون مليون جنيه مية وتمانين مليون جنيه رقم لا رقم ورقم محترم جدا 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 وهو ده يبقى اخر عرض واحد تاني بيقول لي مية وتسعين مليون ماشي يعني انتم بتتكلموا كده يعني عشرة مليون دي يا جماعة يعني مش مشكلة يعني ده الناس هتأزأز بيهم كاجو ماشي احد المصادر مسلمان يحدد كل من النصر ماهر وبكهم واجيه وولتر بوليا ومرون محسن وليد سليمان وسعد سبير في قائمة الراحلين عن النادي الاهلي يعني هم كل دول طبعا من ابرز الراحلين انما جونيور اجيه اه ما اعتقدش ما اعتقدش وليد سليمان برضو ما اعتقدش الاتنين دول اجيه ووليد ايه سليمان وكمان سعد سمير كمان سعد سمير الكلام من الكواليس يعني هناك من النادي الاهلي الناس بتفكر لا يعني راجل ابن النادي راجل كويس لعيب محترم لعيب اخلاق قيادة بيحبوه جدا جدا فلا برضو اوكي انا لازم اقولك الخبر اللي انت هتقرأ واقولك الصح بتاعه ايه ماشي ده كده من الخبر ده هتقرأ وانت كده بعد ما تخلص اللايب او انت قاعد الظهر بتقرأ فبيجي لك خبر زي كده تمام تمام يا محمد بيقولك لا دي خلي بالك دي مش صح فيه الصح بتاعه اخد بالك انت ازاي فركز عشان كده خليكو انت معايا مسحصة خليك مسحصة خليك مسحصة اللعيبة اللي تقالت دي مرام وحصن اه بواليا خمسة اه انا بقولك او اسمو ايه ده اجاي اشوك سعد لا اسمو ايه ده وليد سليمان لا ماشي لان انت خلي بالك انت لما تماشي اللايب ده ندفل عندك عندك كمان محمد محمود لو ديانجي ماشي لا هنا هيبقى فيه كلام واني وكريم ندفل هو فين كريم تأمين يا جماعة الخير راجل مسيماني قالك ان براسيتاو يشبه ميسي وهو عاوز يضمه ليه النادي الاهلي قالك انا هبقى سعيد جدا ومبسوط جدا من هزا اللاعب عنده كتير جدا اللي يقدر يقدمه للنادي الاهلي اه 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 النادي الاهلي خلاص تقريبا خلص كل حاجة مع اه برايتون الانجليزي اللاعب خلاص اصبح معنا يعني رأصبح خلاص موجود فيه النادي الاهلي اي مدرب في افريقيا هيبقى سعيد جدا بوجود هذا اللاعب اه معاه اه بيرسيتاو اه يشبه في امتلاكه الكرة ده كلام اه الموس اه ميسي كل مباراة عنده الجديد اللي يقدمه كل مباراة عنده الجديد اللي يقدمه اه لو لعب معانا في كاس العالم للاندية اه هيحقق طفره لنادي اه الاهلي اه اعتقد ان فرصة كاس العالم للاندية بالنسباله علشان يواري العالم كله قدراته الايه الحقيقية راجل واضح جدا انه يعني بيحبه قوي واضح انه مقتنع اه بيه جدا واضح انه يعني لو كميةه ركبت مع النادي الاهلي هيبقى صفقة من العيارة التقيل جدا انه على فكرة جاي برقم مش كبير ده جاي بمليون وسبعمائة الف دولار ماشي جاي بمليون وسبعمائة الف دولار اقل من الرقم اللي نادي الاهلي يخد به رمضان صبحي اقل من الرقم اللي يخد به رمضان اه صبحي قبل ما اختم هرد على احد السادة المحترمية او المحترمات الاستاذة هيبة او مش عايف ايه بتقولي لو سمحتك كابتن عاوز اعرف بطولات حضريتك مع اه ممكن اعرف بطولاتك مع الزمالك يا كابتن واستاذة هيبة مضكور حضريتك انا واخد تلاتة دوري عان مع الزمالك واتنين كاس مصر واتنين بطولة افريقيا للانديا ابطال الدوري اللي هي رابطة الابطال دي واتنين سوبر افريقي تمام وبطولة عربية وبطولة افراسي تاني ده معنات زمالك بس فريق اول تلاتة دوري عان اتنين كاس مصر اتنين بطولة افريقيا لانديا ابطال الدوري اتنين سوبر افريقي بطولة عربية بطولة افراسي حداشر سنة وخلي بالحضريك ان انا مبطل وانا عندي ستة وعشرين سنة بسبب الاصابة يعني الحداشر وبطولة دول عملتهم لغاية سن ستة وعشرين سنة ولم يشأل عليه القضاء ان انا كمل بسبب الاصابة بقى بمشيئة الله تعالى اشوفكم على كل خير سلام الله عليكم ورحمة الله نعم ا tracked اشتركات الى اشتركات الل قبل شكرا